يهو 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 وحشتوني واكيد طبعا وحشكو التنين ابسط يا عم بقى لك معجبين ايوة طبعا ميناده خلاص بقى هو انتوخ واقعد معاكو على طول عشان خاطر التنين الحلو ده بقى اخبط لايك ايوة وريني بقى كم واحد يحب التنين اضرب لايك طبعا انا عايز اقول لكم شكرا على كل اللايكات والكومنز اللي انتو بتحطوها وزي كل مرة بجد بتحسسوني ان انا بعمل حاجة جميلة وطالما انتم مبسوطين خلينا نكامل فيها على طول استنى لا على طول ايه ده في قصة هتحسن النهاردة عجيبة جدا بص يا معلم النهاردة معانا حوار كبير وهو ان احنا هندرب التنين لغاية ما نخليه يكبر مرة تانية اه بديلا عن التنين اللي عندنا المرة اللي فاتحة ولما اضرب ده ان شاء الله ويكبر كده عبا اوديه للتنين التاني عشان اكلو به بس ثانية واحدة انا عشان اضرب التنين ده محتاج كمية حاجات كتيرة جدا اول حاجة محتاجين نعمل عصاية راس تنين ومحتاجين طبعا بيت التنين اوبس انا نسيت اقول لكم انا عملت بيتي التنين تعالى المفرجة الكارا بصوا مش قد المقام بس يعني ايه حاجة على قد ما قدرنا بصراحة على قد امكانيات الموارد اللي معانا ومتاحة حاليا استخدمنا فيها كل رؤوس التنين اللي لقناهم في الطريق وكده يعني حلو اوي حلو اوي المنظر ده كده هيفضل هو عايش فيه اهو بالمرة يتسلى ويفتكر احنا عملنا ايه في اللي زيه عشان يتلم ويتضرب ويحترب نفسه معانا شوية المهم خلينا بقى في التنين نفسه عشان نمرن التنين محتاجين عصايا هنحتاج نروح الكرافتنج انا طبعا هسيبه انا الاخ الزلابيا ده انا مش عارف اسميه بصراحة ممكن تحطولي في الكومنتات وتقولولي مثلا نسميه ايه وعمتان يعني ان شاء الله المفروض ان هو يكمل بقنا في السلسلة دي فاللا اذا لقينا حاجة اخوانا بس ايه هو معانا على طول زي ما هو سامع وعمل نفسه نعم وبتحرك فقولولي بس عايزين تساموا ايه عاليا هنحتاج ايه هنحتاج نعمل كرافتنج ايوة محتاجين عصاية التنين اللي هنحتاج فيها جمجومة التنين اوبس انا اخلصت كل الجماجة مع البيت بتاعه طب انا هتطرر اسحب جمجومة اللي هنا اوه اخد انا هي جمجومة اخد انا هي جمجومة ممكن انتي هنطرر نوقع دي وناخدها ونروح الكرافتنج تايبل هنلاقي فيه حاجة اسمها محتاجين واحدة زي دي والله لازم بص لازم نحط ايديه هنا ونرجع نسحب دي من هنا ونجيبها كده هنا وبكده ترى بقى معانا عصايا نتحكم فيها بالتنين او نتحكم في التنين بيها يعني اما ده فده ارن التنين اللي هنجيب بيه التنين يعني ده نسحب بيه التنين من الهوا والتاني ده بتهيالي هنستخدمه عشان نقول للتنين اهجم او اتهجمش خلينا ما ابدأيا كده نقول له تعالى يا تنين ما تيجي يا ابني يا ابني ما تحرجنيش قدام حد بقولك تعالى هو مش عايز يجي يا كده اه تقريبا لازم نستخدم الارن تعالى يا تنين ما بيجيش برضو والله هو في حاجة غلط تعالى يا ابني انت اوه ما بيجيش غير بالزعيق بص انت فاق وفاق دلوقتي كده وبتده يتكلم عادي اوه هو بيجي بالزعيق بس تشخط فيه اتلم عيل حمد بالجنزبيل والله مش عارف له اسم لسه مش عارف اندقل له ايه والله بس انا من هنا لساعتها انا مش عارف اندقل له اسم وحش اقول له اخوها زيفتي انت تعالي اينا اكيد لا وبرده بصير ايه اكبر يعني ويزعان يعني بص حاطة ايده بص حاطة ايده فين على رقابتي يا جدعان بجناحه يا ابني اللازينة بس ما علينا المهم دلوقتي عايزين نكبر تانين فمعنى كده لازم نكتشف هو هيكل ايه وبياكل ايه مبدأيا ناخد شوق حاجات معنا طالما احنا رايح كده كده هنحارب فناخد حاجاته ونعمل حسابنا فيها يقل لي معنا الازاز محدش عارف هنستخدمه فيه ويشوية عضن نفسي والله يلبسوا الدرع الدهبي ده كامل وتفرج عليه خلونا الاول نشوف القصة بتاعت الدروع وبعد كده هنشوف البودة ما اشتغلش ليه معنا لانا كل ما اجد ربيه ما بيدربش تقريبا عايز حجم اسهم معينة او شكل معين لسه هتعلمه عليه انا اشيله هنا ونشوف هنلبس انيه دروع بتايل دروع المية انا حبيتها اول من المرة اللي فاتت والله بص دي وبص دي ويه الباقي طبعا ايه دي ايه لو اما المرة دي ياخد السيف ده لا مش هحتاج السيف ده هحتاج بس نفسه وطبعا سيف البر اه انا كده جاهز وتمامل بتاعتها بيصوت في ودين اربعة وعشرين ساعة ده رخم برخامة يعني بص انا بجد بتاعت ازهق منه مفيش مشكلة ان احنا ناخد سيف النار ونخليه برضو معنا احتياطي محدش عارف ممكن نقابل ايه نحوط الشلد واحنا جاهزين يا ابدا عمي فاكرين ما انظرنا واحنا لسه لابسين ايرون وغلا يا ابدا يا لهوي ده انا الواحد كان غلبان بجد والله دلوقتي معي تنين يا جدعان ده انا كده ايه انا كده برنز محتاجة الاقي بقى حاجات اقكلها للتنين ده ايوه هي دي بالزبط كده ولا تاكل الحاجات دي هوا بتشاكلك كده بتحب الحاجات دي صح مش كده هو شكله بيحب الحاجات دي بس انا لو عمت بيه هيغرق صح؟ طلاني مش واحدة واحدة دب مشيت بعيد اوه لا الدب جايالي يا لهوي الدب جايالي لا ماشي بعيد مالهاش دعوبية بتبص لي حل هي طمعانه في التن انا مستخبه ورا الشجرة وهي مش شايفاني بس ايه يا لهوي دول دبتين اوكي لا 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 هفنشهم طيب وش طبعا انا اسف اه اه واحدة يا لهوي يا لهوي يا لهوي ده ده هجمت على التنين يا التنين انا يعني ايه في ايه هنكلك عادي يعني خلصنا على دبها واخدنا منها مش عارف ده ايه والله ده شعر دب ايه العرف ده مش انا مش انا لأ اكدعان انا انا اللي فنشت اختها مش انا صح اهو شفت يا اهو تسدين ناس على طول ما تسديني ايش انا شكرا رجال ا والله يا قطر خارجه كان زمنها فنشتني ناكل بقى عشان ما نتنبخش عايزين نصار حاجات صغيرة مائزة ولا حاجة اوا ممكن الراكون اللي يا بنت اللازينة يا بنت اللازينة يا بنت اللازينة بتخضر بيا اوف شفت شفت الغدرة شفت الغدرة كالجاية تكون ازاي يا لهوي ولا هي ادايت على البتاعة ده مش عارف ناكل تاني وناخد شعر دب ده اكيد اينفعنا في حاجة بس عايزيني نجيب حاجة نكل اكد مش الراكون عايزين ناكل بتاع ده يا لهوي ايه ده? ده مات? اتفحم. طيب هو خمس قلوب فانا مش عارف هل انزل التنين اخليه جرب اياكل هو بنفسه اجرب. هو برضو مش رادي ينزل الجدعين. هو ده طبيعي? لا انا هنيمكن عشان ماسك الشلد النحية دي لازم نزل الشلد. اجرب كده? مش عايز برضو ينزل الجدعين. طيب هو التنين? اه نايم. اوكي. انت دلوقتي هتعمل لي فيها حمدة? ده دلوقتي يا جدعين. ده 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 بيريح. وانا المفروض ان انا هستطدل حاجات طب ازاي? ماشي هنشوف. انا خايف بسه غوط يمينه ولا شمالة لاقي التنين التاني. بصوا هو شكله جنب وش كبير لكن هو صغير. اوه اكل ده ولا ايه? ده ديله. ديل الكانجارو. طب ما فيش اي حاجة ديل مش عارف اسمه ايه ركون. عايزين معزة عايزين خروف عايزين حاجة كده. اه خروف. تعال حبيب قلبي اخد تعال. ومش مفروض ينزل بقى ولا ايه? خلاص بقى انزل مع كتفي. ودوشة واصداع على كتفي. وبدلوقتي هينام. انا مش فاهم. طب ازاي نزلو ده? خلينا نصطط دي. انا مش عارف بقى منهم لحمة مشوية ولا ايه? بس في حتتين لحمة هم. ثانية واحدة الشجر ده كله كده. ليه معنى واحد? التنين اللي كان هنا فاكرين اللي فنشنا? يا لهوي ده ممكن يطلع هنا في اي لحظة. ايه ده? ايه السود ده? سوانيك يا خلينا نشوف. حتى التنين صحي والله يبص يا لهوي. انا بد بمطر. اوبا. لا طيور جرحة والكلام ده مش هينفع معانا. عشان احنا هنستغبع على ايه طيور هيقرب مننا. اهو. شكرا. هاتبقى على المخ ده يلزن. التنين مش عايز يضرب يا جدعان ومش عايز يعمل ايه حاجة معايا. اوه بيت القراوين اناك اهو. يكون التنين عنه. التنين تنين على كتف روح فين? يخرب بيتك روحت فين? هو طار في حتة يجدعان طب هرب طيب في حاجة هرب هو بسببها انا مش عارف. طب خلينا اكمل انا عند القراوين ودور عليه. حس ان بيت القراوين متدمج هو ما كانش كده صح? هو فيه هناك تلج ليه. اوبا شكل في حور. طب عليكم يا رجالة. هو فيه ايه هنا? فيه ايه? ايه ده خلفين من ايه وبضربوني لأيه طيب في ايه? او زومبي زومبي صغير. ما علينا ما علينا بسيطة. ندخل جوه انا اعرف ايه اللي حاصل. ايه باشا. هو 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 مشي وسبوني لأيه طيب. هو انا عملت لحاجة غرط حكي ده عند. اوبا يلاوي ايه ده? ده ده نايم ولا ايه? اوه كويس انا اجيبش التنين معي والله. الحمد لله. دلوقتي فرصتي ان انا افنشوه. ده ميت. ده ميت. وبعدين ايه ده? ايه اللي جاب? ايه اللي جاب التلج ده كله هنا كده? كأنه كان بيتخاني مع تنين تاني. طب استانو من العاصفة دي تقرص عشان نفهم. واضح فعلا ان هو كان بيتخاني مع تنين تاني. لان بص بيت القراوين كله متدمج ازاي? الدنيا متكسرة من اولها الاخيرها يا لهوي. طب انا كده المفروض ان انا اسحب من المنطقة دي. طب ها اخد اخد بقى الحاجات اللي جوها واسحاب. خلا ها نشوف ممكن ناخد ممكن ايه منه. اوف ده انا عشان اعدى اصلا من اللي بتاعا دي رخمة. وبقا دي القلب. ودي جم جم بدل اللي روحت مننا. واحنا كده حلوين اوي 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 اخر حاجة والله مبسوط. واه ايه ده? ايه اللي هناك ده? اوه ده نيorem بقى ده لا يمكن يكون ميت. ده اكيد نايم. بس ده هو انا بتحيق لي ولا ده حجمه كبير جدا ده اللي جنبي ده ما كانش كده. وكان كبير بالنسبة لهم والي التانية ده ايه? انا مش هتفرج. انا هروح بنفس يا شوف القصة دي. يا ابن اللزينة بص البتاع اللي هو بيحطه التلج ده في كل حتة. اووو ده نايم. اه شكله مرعب اكتر من التاني يا جدعان لازم اخب بالي. ما جبتش برضو جولدن قبل لازم لازم اخب بالي يا جدعان. واوو كبير جدا. تخيل ده حجمه بالنسبة لي جناح. يا لهوي هو نايم ولا ايه طيب ما بتحركش. بص انا اروح اجازك في عمر الله. واوو ده ميت. بص الجمجمة بتاعته قدي يا جدعان. يا لهوي. دي اكبر من جمجمة الكهف اللي عند التنين. يخرب بيتك. اه دي التانين اللي اللي واحد يمساكه على بلاش. اه لو كنت اقفاش توده ده ده ميت يا جدعان. انا مش عارف ومات ازاي ومش عارف القصة دي ماشيت ازاي. لكن مصلحة. مصلحة احنا هنجمع. طب انا انا خلصت كل الازايز مش عارف اجمع الروع بتاعته. رمله? ايوا هي الحل للرملة. ايوا نخلص على طول انا ما عنديش حلول بديلة. بص على الزائز جاهز. بس خلينا ناخد بقى نفس التنين ده او دم التنين. مش عارف هو دم تقريبا. اوه ده هاجيبه منين طيب ده. ده كبير قوي. هعرف اسزئه وصله. تحت منه مفينه مية. اوه ضخم ضخمه املاق. تحت منه فيه مألب لو نزلت في قلبه المية دي هغوص. ما فيش حلول بديلة ايوة 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 انا تحت وهو تحت على طول. يا لهوي. انا خدت في ستانين بس مش عارف ايه اللي هقدر عامله منه. استنى. استنى وا artic مش عايز. مش عايز ايوه. كل حاجة كل حاجة كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. الحاجة بطوقة تحت. لا. لا بسرعة. جمجومة قدامي وفي حد قالي المرة اللي فاتت ان انت البادلة بتخليك يا بومبو تختص طعت المياه وتتنفس عادي. ودى كانت بصبحت جدا. الجمجومة ايوة بسرعة. ايوة الحب الله. نفسي اشوف حجم الجمجمة دي قدي. استنى كده. تقريبا دي اكبر جمجمة لينها. انا مش عارف هتبقى حجمها قدي. بس خلينا نشوف. واه. اتا متخايل يا من. اتا متخايل حجم جمجمت وقديه اصلا. يا لهوي. يعني ممكن التنين يكبر لغاية ما يبقى بالحجم ده. تخيل انا رب التنين اللي معايا. الوزعى اللي هناك ده. ويبقى بالحجم ده. يا لهوي. هتها هتها. دي تتحط قدام بيت التنين والله ما عارف. بس انا ممكن اشير رأس التنين اللي هناك دي. والصغيرة وحط بخانات كبيرة قوي دي. ودلوقتي بدم التنين اللي ازرق اكيد هنصنع السلاح جديد. وطبعا لازم الاقي التنين الاول بتاعي. وإلا الدنيا يبوز مني. لا التنين بتاعي راح فين. شعور جميل ان انت تبقى عايم تحت المياه كده وحسس ان انت قوي جدا. ويعني ماشي اش. طبس التنين بتاعي ده لازم اجيبه يعني لازم اجيبه. هو مش مني في الحتة دي بس انا مش عارف هو فين. ولا تنين. ات يلا. كونش حاجة خليته. بص انا قلب عليه الدنيا وهو قاعد فين? اصلا. جي قاعد جهة المتحف. عارف مكانه وفكر ان ده العش بتاعه. ده انا قاديك دلوقتي احلى عشة. بس اسبر علي. اعمل لك بس شوية اكل تكبر. ازاي نزله من على كتفي ده حوار. انزل يلا. انزل يلا من على كتفي يلا. مش عايز ينزل من على كتفي. اه نزل لما نزلت المية اوكي ده هيغرق كده. لازم اشيره. ارجع تاني ما تخشش المية بقى خليك كويس اقف هنا ايوة خليك هنا. اسمع الكلام. اسمع الكلام. اسمع الكلام. خليك في الحتة دي. حلو. هدي سنة ما اديك اكل بقى? اعمل له اكل ايه ده? اجيب له اكل منين. سواني كده اما اشوف. ده ده مش ورايا. انت كلب يا ابني انت ماشي وراك ده ليه? حاجة غريبة جدا بص ده جايدي. طب اعمل ايه طيب اجيب له اكل منين. اعيز افهم اكل تنين اكل تنين. اكل تنين. ده فيه بنصيل تنين يا جدعان. ده فيه بنصيل تنين ممكن اعملها. حننا نشوف اكل تنين. اكل تنين درجومي الحلو اوي. عظم ولحمة. عظم ولحمة كتير. اوكي. ممكن احطول عظم عادي والعظم ايه? اربع عضمات او خمس عضمات ولحمة. تجا عظم ومحتاج لحمة. اجيب لك عضم منين انت بقى دلوقتي. انا لقي معي هنا. هو معي عضم هنا كويس. وده ما افتكرش ده عضمة النين. لو ممكن يأكله. طيب قيلنا اللحمة لحمة لحمة لحمة. ايه اللحمة ايه? هسوي لك دلوقتي اعمل لك اكل. تعال بس تسبر. اعمل لك حتى بتلو اوعى. ولا ده انا هسنجفه لحمة بعضم. ايه لقرف ده? عضم في قلب اللحمة. ده يكلها ازاي ده? صحيح? قليل الحظ يطلع له الكرش في اللحمة. ايه? يطلع له العض مفكرش يا صاحب تتقال كده ولا بتقال ازاي? ما علينا اهو مسل وانسيناه. ما علينا. المهم نكبره النهاردة عشان نلبسه البتاعة دي. ولازم طبعا نكبره في الخباب او في بيته بعيدة عن المكان هنا عشان ما تكسرش الدنيا. اه دي اللحمة جهزت تعالوا بقى انا اكله. نروح هنا وقال ايه? اه هم كده بالزبط. الوحدة بوحدة. اوه اكلك ازاي انا? حتة واحدة بس? هيكلها ازاي? طب ارميه له. واه. دكالها وهجم على كتفي. طب انا دلوق يعمل له ايه طيب ايه ورايشق في كتفي كده انا عايز اروح اجيب له اكل. انا اروح اجيب له عضم maker له لحمة. اوه اعني لازم اصطاد. حبائيب قلب county. اما بالنسبة وللحمة فاكيد خرفانة او أي حاجة انا بلق اوه وسوف انزلت المايا وانزل غزبا عنه بص. يعني اوه راح على طول. تعالى اطلع بقى هوها افعينة واحترم نفسك. اوه يقول لك وهنا طوفية تسمع الكلام. شاطر. خليك بعيد. يا ابني خليك بعيد حتى نبص وهو يكبر وانا مش هتنزل غير لما اكبر البتاعة ده اخليه اهدي الجمجومة. اوه الجمجومة. السنة ما نشوفها صح. تعال 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 انت بتحب الحاجات دي. خليك اتا. اوه هو راح فين? هو طهر وسبني ولا دخل لام ام 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 انا بتحياق ليه. واه ده بيخش جوه البتاعة ده. يا جدعان ده بيخش جوه البتاعة ده. يا سلام. هزوز كده هزهر هنا. واو. عندنا تنين عنده يوم واحد وهو ولد. ومكتوب عليه كمان ان هو تنين بر. طيب خليك هنا كابتن. اوه اسمع الكلام اسمع الكلام احبسك. ايوه خليك اعاد هنا. يا سلام ده بينام. ولو عملت له كده تاني هيصحى. واو كده ركب على كتفي. خليك اعاد هنا وهو ده. ايوه اسمع الكلام كده حلو اوي كده هو في مكانه هنا حلو. خلينا بقى نشوف الجمجومة دي نعمل فيها ايه. لازم اطلع لها من فوق. وكده جينا للجمجومة من فوق فخلينا نشيل الجمجومة القديمة ونحط الجمجومة الجديدة بتاعة الايس. اما كده فهي خلاص مصبوطة. شا شايفين حجم الجمجومة؟ شايفين حجم التنين قدي؟ يا له ده كده كل اللي احنا قبلناهم دول ولا كانهم لفل واحد. بس خلصانة. يبقى احنا كده المفروض نجيب اكل للتنين. فسيبكم سواياني وهروح اجيب اكل للتنين واقابلكو تاني. بصوا كان اصعب حاجة والله العظيم ان الواحد يلاقي يعني يبصوا البونز كانت اصعب حاجة بجد. بس السيف ده ولا سعيدني. اما التنين الحمد لله للسناهم هو القوة بتاعته كامدة ده لفل واحد. بس الله عنده قلوب اكتر مني بس عندوش خالص. لازم نزبطه ونلبسه دروع. فخلونا نروح بسرعة نعمل له دل اكل عشان نعمل له دروع. هليني بقى على ما الاكل يستوي. ادي اكل بوجود ولسه في اكل تاني. ولو الفحمة خلص جبنا خشب. اه بالمناسبة دي احنا ممكن نعمل حاجة من البوتل على ما نعمل يعني سيف التلجة. على ما نجهز الحاجات دي صح? تعالوا نعمل سيف التلجة. ايه الحاجات اللي محتاجينا عشان نعمل سيف التلجة? اه في ايتم كاملة للتلجة ايهنا بس مش هكف اللي معنا. تعال هنشوف سيف التلجة سيف التلجة ايوة في سيف تلجة اهو بص يا لهوي. نعمل سيف عضم ومن سيف العضم نطلع سيف تلج. او ممكن نعمل السيف ده السيف ده عشرة يا جدعين سيف ده جديد. تخيل تعمل سيف زي ده ويطلع لك اتناشر يا لهوي اتناشر وسبعة. اوكي. تعالوا نجرب. حلما الاكل يجهز. اه سواني كده ما نشوف في فحمة. لسه شغال. هنحتاج نشيل كل الحاجة اللي معنا دي. وغالبا هنحتاج عضمه من ده ومن ده. ممكن نحتاج حاجة زي دي. فخلينا نشيل معنا شوية عصيان. ايوة كده تماما. عايزين لحاجة اسمها لونج سورد. لا مش ده. ايوة السيف ده. يا لهوي. لازل نعمل ويدة بون دي. طيب نعملها ازاي. اربعةال يا نهرة بيض. وجلد. او لون. واحنا معنا ثلاثة بس. اواه طيب. هروح اجيب ويدة البون على الملكة لجهز هاخد ايدي دروع ايدي درع ايض درع. ايدي دروع أمحتاج واحدة بس ويدة بون. سأزينكم يا رجالة حملة سري على الويتر بون. والله يبدي معزوزة. بص يا لهوي. ده انا لقيت له ستة يا جدعان يا لهوي. حت السيف. لقيت ستة. وايه بقى جلد ابل وبتاعه حكاية. ده الدولفن. قصدي الحوت. لسه زي ما هو عبت نطط في المياه هناك. شايفينه تحت المياه. قال يعني انا كده مشوفتكش. الحوت ده وراه قصة. ولازم انزل المياه اشوف فيه هناك تحت. صح كده? اكيد تحت المياه فيه حوش تاني انا مش عارفها. ايه اللي مطلعك يا ستة? هتعمل لعبيد? هتعمل لعبيد? انت كنت جوا. ايه اللي طلعك هنا? ما علينا. خليه هنا. خليه زي ما هو ممسوط كده. اه خلينا روح نعمل بقى بسرعة السيف ونشوف الاكل. عدينة جبنا الجلد. ونبتدي الحوار ده ويا رب نعمله صح. خلينا على دوم دي اشعارة فركز. بسم الله. يا رب. نبدأ كده واحدة واحدة. بسم الله. اول حاجة احنا محتاجين بسم الله. ايوة دي عم بتجري ليه? ليه هي ليه طويلة كده? لا مش بالطريقة دي. التانية كانت غير كده صح? دي تقريبا. ايوة هي دي. هل في واحدة تانية لها استخدام اخر? مش عارف. يعني مسلا دي هتاخد خمسة دي هتاخد كتير قوي دي. خلينا على متل نشوف ده. دلوقتي احنا محتاجين ده. ده هو كان السيف. وده هو السيف المصنوع منه. فخلينا نشوف ايوة واحد اتنين تلاتة. وده عظم دي راجون. ونحط دي هنا. ناخد عظم التنين واحد اتنين وتلاتة. وده نحطها هنا. يطلع لنا السيف ده. حسوا غلط مش عارف ليه. هو 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 ماشي خلينا ده. اوكي. بعدين اوه. زهر. احنا ممكن نعمل منه بر وممكن نعمل منه ياه. لو حطينا ده هيبقى بر اتنشر وشوية. واللي معانا كام? اللي معانا تسعة وشوية. ولو حطينا الايس. بس انا هعمل الايس بس. مش هقدر اعمل دلوقتي البر عشان ما عايش بزيادة. ولا ممكن نعمل واحد تاني ممكن نعمل واحد برة. ايس. وووو. بص بقى يا معلم. بس 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 بس. اوه شكل غريب. بس ان شاء الله بتهيالة الكوب بتاعتها طبقه رهيبة. خلينا نجرب يمكن نعمل حاجة مفيدة. فيش حيوان واحد ماشي جنبنا. عارف التباشي ايه في قلب. ماشي. فيه 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 في واحد هنا انا حيدي. ممكن نلاقيه هنا كده بيجري هنا ولا هنا? كي هو كان فيه علامة. فيه علامة فيه خنزير سوغنن هنا. اوه يا حبيبي ابدي بتتفرج على البحر. تعالى انا وريك تعمل ايه دلوقتي? واحد اتنين تلاتة. ايه ده? هو خد بس حصلش حاجة تاني? لأ عايزين نضرب حاجة تستحمل معنا شوية نشوف هيحصل فيها ايه? ممكن الحوت اللي تحت المية ده? اوكي. هنعمل فيه كده ونشوف هيحصل ايه? بيهرب بيهرب يا جدعينا. هو ده يا جبان انت بترعبني من الصبح خد تعالى. معلومة مهمة ما تجريش ورا الحوت عشان هو احوط منك. عمتا اكيد هنكتشف دلوقتي. بس الاكل. الاكل. سيف ايه يا عم خلنا في التنين اللي اكبر. نمسك السيف لحد هنا مسلا اخد انت كابتن خلي ده معاك. اهو كده حلوة. شكلك امو. هنعمل كل الكمية دي تقريبا اربعة وعشرين. يا لهوي كتير قوي. هنحاول نسمن العجل بتاعنا يا ربي بغل ويكبر. هو اصلا لو كبر يعني احتمالي بقى ايه طيب? نرميله دي مسلا. مكلهاش. اكله انا. ايه اللي? ايه اللي حصل? ركب على كتفي. هو مجرد مياكل يركب على كتفي. بص انا ممكن اكله هو على كتفي. مش عارف. هجرب كده بيكل شوية على كتفي. لازم هنزله على الارض. وبعدين انا حاس ان هو كبر شوية. صح والنبت هياري كان صغير شوية. دلوقتي يحسوا كبير على ظهري. او بيكبر تاني. ده بيأكل كل شوية. اوكي بيأكل افضل على ظهري. يا ولد. بص بص كأنه بيحب بيأكل بس هو هيكل وهو على ظهري. مش هيكل كده لوحده. اوكي بيكبر. والله بيكبر. بص والشي. بص بقى دي. ااكله تاني ااكله تاني. انزل اي وقت تعمل كده يانزل مع ظهرك. تعمله كده وتيجي تأكله تاني. يا رب اكبر. بسم الله يا ابني اكبر. ده ينام. نام نينا. لا لا اكل. ايه ده? ايه ده? ينفع حطه للدروع دلوقتي? بتهزر. ولبسوا الدروع من دلوقتي? استنا ما رح اجبها كده. يا لها هو يلبس الدروع ويبقى جامد كمان. ايه الحلمة دي كل حاجة في قطوة واحد. كلي دول ايه? ايه اخوضلوا الدروع يا باشا. انا مواريش غيره النهاردة. استناك كده ما اجرب اا لو ضس عليه شيفت? اوكي. اينفع حط بالشيفت احط دي? واه! لبس اول حتة. واه! والتانية?ليه? والتالتة? لا 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 استنى دي ما بتلبسش هنا دي بتيتلبس دي دي هنا تقريبا اوكي والرابعة دي هي اللي هنا ومش عارف دي هتبقى على ظهر وايه هي بس يعني هيبان كده عنده 11 يوم وانا اللي مارك ليه اسم بومب او تحت صحيته 62 على 62 عاش يا ابني والله يخرب عقلك بصوا منظره عامل ازاي تنين ده بمضرع يا جدعان لا 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 لازم ياكل تاني اكل كله اكبر يا لا اكله اكبر كله اكبر سيطر سيطر يا لا ولا ودوست عليك كده بقى دلوقتي انا اللي ركبه ولا ايه اللي يحصل ولا المفروض احط له سادل تقريبا تقريبا انا نحط السادل هنا اوكي لا ما بيتحطلوش السادل يا جدعيان وتقريبا مش عارف الكب التنين ده ولا مش عارف استنى كده يجيب العصايا يمكن العصايا تكون هي الحل في القصة دي كلها اه ده اللي هو ايه يمشي ورايا مش عارف استنى كده لا بيكتشف تقريبا هو نايم صحي بيتبعني اوكي يا ولد ايه ده اوبا كان في حد دلق في الباب عشان يحصل لك مشاكل لا 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 خلي المشاكل تيجي يا باشا احنا جاهزين معانا تنين يا باشا معانا تنين وجاهزين اوبا الارض ده ينفع اشيل فيه التنين وينفع احطه مرة تانية اه كده اشيله وكده احطه اوكي وده عشان بس اه امشي التنين زي ما انا عايز طب نظم كم ينفع اركب التنين بقى عشان اعايز اتعلم الحوار ده لا انا هغزيك واخليك زي الفل ده تنين برق ولابس يا جدعان جلد او حد دعف يا ولد هيخرب الدقل يا ده يا زين للحلقة الجاية انا بفكر ينفع ده ينخش بالنظر ولا لا حد يرد علي ويحكيري في كومنتات كده عشان افهم هل ينفع اخش النظر بتنين زي ده وفي نفس الوقت انا ناوي ان شاء الله ان انا اصطاد بقيت التنين والحاجات الغريبة اللي موجودة في الماب هستنى اكون الحلقة الجاية الحلقة دي عملنا حاجات كتير والحلقة الجاية في حاجات اكتر مستني انا مش كده ولا ايه اي 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 او بيقول كده موافق هو على فكرة هو جاي ان شاء الله معايا الحلقة الجاية